بعد أسابيع من إحكام إجراءات الإغلاق في الكثير من الدول حول العالم في إطار الوقاية من فيروس كورونا وضعت العديد من الدول خطة لتخفيف هذه الإجراءات تدريجيا بعض الدول الأوروبية ورغم تضرورها كثيرا تتجه لتخفيف إجراءات العزل ففي أسبانيا سيسمح للأطفال بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ ستة أسابيع في إطار خطة موسعة وضعتها الحكومة للخروج من حالة الإغلاق على أن تبدأ في الثاني من مايو المقبل أما فرنسا فسيقدم رئيس وزرائها الاستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر الصحي ثلثاء المقبل وتشمل إعادة فتح المدارس واستئناف عمل الشركات ودعم كبار السن بدورها أعلنت إيطاليا التي تعد من الدول المتضررة بشدة من الفيروس خطة أيضا لتخفيف حدة إجراءات العزل على أن يتم تطبيقها في الرابع من مايو المقبل لكن مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر وعلى النقيد تظاهر المئات من الألمانيين وسط العاصمة برلين للمطالبة بإعادة الحياة ورفع الإغلاق وتحولت التظاهرات فيما بعد إلى اشتباكات أسفرت عن اعتقال العشارات أما في الولايات المتحدة الأمريكية فاستجابت ولاية عدة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسمحت بتخفيف الإجراءات ومنها ولاية جورجيا في حين رفضت ذلك ولاية أخرى منها كاليفورنيا التي رأى حاكمها ضرورة البقاء في المنازل للوقاية من الوباء عربيا بشرت بعض الدول تخفيف إجراءات الإغلاق ومنها السعودية التي رفعت منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكلي في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا والسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية نناقش هذا التوجه مع ضيفنا من بيروت استشارية الأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور غسان الأعور دكتور غسان أهلا بك معنا دائما في سكاينيوز عربية تابعنا الإجراءات المتخذة من قبل غالبية دول العالم التي تتجه بغالبيتها إلى رفع الغلق أو رفع الإغلاق وفتح الأسواق من جديد وإعادة الحياة تدريجيا هل يضركم ذلك كأطباء في الحقيقة أنه لا بد من رفع الإغلاق وإن كان تدريجيا أو يوصى به تدريجيا هنا يجب أن نذكر بأننا نتعامل مع فيروس جديد أصبحنا نعرف عنه الأشياء الكثيرة ولكن هناك بعض الأشياء التي لا نعرفها عنه ولكن ما نعرف بالضبط هو أن أهم سلاح في مقابل انتشار الكورونا هو التباعد الاجتماعي والعزل والتباعد عن الآخرين وكل ما يؤثر على توقيف الحياة وعندما نوقف معظم النشاطات العامة بين الناس نوقف أيضا الدورة الاقتصادية وهذا ما يضغط على كل الناس ويضغط على الدول أيضا فإذا هذا الشيء الذي يجب أن نحافظ عليه من ناحية الإغلاق والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي ويجب أن نفكر في تخفيف هذه القيود تدريجيا طبعا فلابد من موازنة هذه الأمور لأجل كسب توجه أفضل في الحياة تحت تأثير هذه الجائحة العالمية لكن دكتور غسان الناس تتساءل على أي أساس يتم اتخاذ هذا القرار والدول لا تزال تسجل إصابات عالية نعم الحقيقة المطلوب الأول في كل الدول أو في كل مكان تنتشر فيه هذه العدوى أولا يجب انخفاض عدد الحالات وانخفاض عدد الحالات لا نأخذه بالانخفاض اليومي فقط وهو مهم أيضا ولكن الانخفاض الأسبوعي يجب أن نرى أنه كل أسبوع بعد أسبوع تنخفض الأعداد عدد الحالات التي تلتقط العدوى من جديد عدد الوفيات أيضا وازدياد عدد الناس المتعافيين هذا أولا ثم يجب تكثيف الفحوص ثانيا أي يجب أن المجتمعات أو الدول تجري أكبر عدد من الفحوص للكشف عن أي حالات جديدة والشرط الثالث لتخفيف الإجراءات هو أن تكون التواقم الطبية مستعدة ومستنفرة لتتعامل مع كل حالة يتم تشخيصها عن طريق تقديم العلاج إذا لازم الأمر ولكن أهم من ذلك عن طريق العزل عزل هذه الحالات والبحث بين مخالطيهم وفي محيطهم لكشف الحالات وعزلها بشكل مبكر أيضا فهذه ثلاث إجراءات أي أنه انخفاض الأعداد ازدياد عدد الفحوص واستعداد التواقم الطبية هذه هي الشروط الأساسية لتخفيف الإجراءات هل هذه الإجراءات تبعدنا عن موجة ثانية لكورونا البعض يتحدث دكتور غسان عن إمكانية ظهور موجة جديدة ماذا تقولون هنا في هذا الإطار بدون شك كل الدول وكل المدن والمجتمعات تخاف من موجة جديدة الموجة الأولى هي عبارة عن دخول الحالات إلى بلد معين إلى مجتمع معين والتعامل معها وهذا ما مضى علينا وهذا ما مرت به معظم الدول ومعظم المجتمعات والأماكن أما الآن ومن بعد السيطرة وبنسبة كبيرة على الموجة الأولى من هذه العدوى هناك الحالات التي لم يتم تشخيصها بعد والتي يمكن أن تكون نوعا ما مختبئة في المجتمع هذه لابد أن يكشف عنها ولابد من متابعتها وهذه الموجة الثانية هي ما يخشى منه وهنا أعطي مثلا عن سنجافورة نحن نعرف أن في سنجافورة جرت السيطرة الكاملة على الموجة الأولى وبتقريبا سفر عدد حالات ثم اكتشف أن هناك حالات كثيرة خصوصا بين العاملين الذين يسكنون مع بعضهم البعض العمالة الوافدة إلى سنجافورة وهذا ما سبب انتشار كبير أو موجة ثانية كبيرة وهذا يؤكد على أهمية الاستعداد للتعامل مع هذه الموجة بعض التقارير دكتور غسان تحدثت عن أن حدة الفيروس قد تغيرت وبالتالي أعداد المصابين في الآوينة الأخيرة باتوا مصابين من دون عوارض أو من دون أعراض تذكر ما مدى دقة هذا الكلام؟ نعم شكرا لهذا السؤال المهم الحقيقة انتشار العدوى بدون شك تنتشر من المرضى المصابين بالعدوى والذين عندهم العوارض وأهمها الحرارة والسعال والعطاس أيضا ولكن نحن نعرف الآن عن هذا الفيروس بأنه حوالي 10 إلى 15% من المصابين يمكن أن تكون إصابتهم بدون ظهور أي عوارض بتاتا بدون أي عوارض تنفسية أو حتى بدون أي حرارة وهم يستطيعون أن ينقلوا العدوى لغيرهم يمكن أن يكون انتقال العدوى منهم أقل نسبة أو فعالية أو كثرة لمن حولهم ولكن بالتأكيد تنتقل العدوى ثم أيضا هناك الأشخاص الذين التقطوا العدوى وقبل أن تظهر عليهم العوارض بفترة حوالي اليومين وتحديدا ما بين اليوم والثلاثة أيام قبل ظهور العوارض ينتشر الفيروس ويمكن أن يعدوا غيرهم لذلك هذا الموضوع مهم جدا أي التقاط العدوى من الأشخاص الذين عندهم العدوى ولكن ليس عندهم العوارض أو لم تظهر عليهم العوارض بعد وهذا ما يخيف الجسم الطبي أكثر ما يكون ولهذا يجب تكثيف الفحوص للكشف عن هذه الحالات شكرا جزيلا لاستشار الأمراض الجرثومية والمعادية الدكتور غسان الأعوار حدثنا من بيروت